المنتخب الوطني هو اللي يلعب يعني تفكرت ما قلت هؤلما قلت المولودية بإمكانها أن تعمر أي ملعب في العالم بيسار هذه الملزمش تخفالك هذه سيفي برك مولودية اللي كي بتلعب لبريميرول سيفي تلعب لبريميرول وخليهم الباقي عليهم هما شوف ما شاء الله وأنا نعرف لي سي بورتور أنا نحكي لكي كنت لعب مو درب هذا الوقت بتاع فريق الوطني ما قولوش اسموه بتيتا كروشاش هكذا يا وكذا بعد دليش غولي امبريسيون هكذا زعمت باش ما يزغيليش قلووش عليه قلوونا نلعب في المولودية هذك اللي عم رسطة تعليك بناصرهم ومتاع المولودية قلوونا قلوونا نلعب في إيكيب لي دايما تلعب ستي سبعين ألف مرها المشكل نعرف لي سي بورتور نقولهم أنا سرتول ليدي جاتهم ليدي هذه المولودية التورية أنا نقرأ فيها تيفو خليها يمشي المولودية التورية في داكا يا أرض التوار شو شو ما فريمو أنا قولهم شابو مشاء الله يعطيكم صحة بارك الله فيكم إن شاء الله الفريق يقعد يلعب لي فريق نوصلوا الفريق نرانا في رسالة عغزة ومعد روحوا الفريق رسالة عغزة نعم نقعد في رسالة عغزة رسالة يعني ما هيش هذا حاجة حاجة روعة ومتفوا لأبروف دار لتور دي موند نقول لتور دي موند محمد أو سامير ما حدث أمس في خمسة جويلية دار لتور دي موند كي يقول دار لتور دي موند مش بالكلام فقط رح نشوفه صور كثيرة أولا لعبين تعالى المنتخب الوطني رغم أنهم كانوا في الموزنبيق إلى أن الكثير منهم حية هذا الصوفيان فغولي الذي وضعه على الانستغرام بتاعه صورة وشكر فيها أنصار المولودية بغداد بنجاح أيضا محمد البشير باللومي على ما أعتقد أيضا نعم محمد البشير باللومي وباقي الصور نعم زرقان أيضا آدم زرقان والكثير من عناصر المنتخب الوطني التي أعجبت بهذا التيفو الذي صنع الحدث على الكثير من المواقع العالمية سبوتنيك عربي الجزائريون يوجهون رسالة ضخمة إلى فلسطين من قلب ملعب يعني أيضا الغد أبو عبيدة في المدرجات جماهير فريق جزائري تقدم تيفو خيالي تضامنا مع غزة بعدها أيضا الشارقة سبور أنا ما أعتقد أيضا زيد نعم زيد باقي الصور المدرج الأهلاوي هذه في مصر أيضا اعترفوا بهذا التيفو الجميل والجميل جدا والذي كما قلت تدولته مختلف وسائل الإعلام إلترا وورد يعني إلترا تعالعالم هذه التي وضعت تيفو الملودية من أحسن التيفوهات في هذه الأيام نفس الشيء بالنسبة لجريدة القدس القدس العربية جمهور أعرق نادي في الجزائر يرسمون تيفو عملاقا لأبو عبيدة تأكيدا لدعم المقاومة الفلسطينية تيفو مكتوب عليه الملودية التورية في داكا يا أرض الوطن لا رأي إنو لا رأي إنو أيضا مع الزلترا تعالي كلوب ملودية دي ألجيري باللغة الإيطالية في أيضا سامير فيديوهات أخرى على ما أعتقد إن أمكان نعم نشوفوا فيديو الجريدة 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 التي وينتكلموا على التيفو الملودية التيفو دي ألجيريا وأوضحوا هذا التيفو السيبورتور دي ملودية كلوب دالجي اندبرواي ست إيمانس بندرول انفافر دي لباليستين في جريدة الباليستين على الموقعها أوضحوا هذا الأمر دون أن ننسى الجزيرة عطينا الجزيرة بالصوت نستمع إليها أبي عبيتهم على وقع فالسطين الشهداء الصور كانت دارت كثير من المواقع تدولت هذا الأمر سامير صورة وطيفة رائعة أعتقد أن الهدفة المولودية رسموا لوحة فنية رائعة لوحة فرانية أكثر الأمور بالأهم هو التجسيد على الهدف هذا لأنه لا يسأل تكنيكاً 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 لا يسأل هي أكثر أكثر لأنني أعلموا لأنني النعلوم يستطيع الأبداة لأنني أمهكاً كنت أمهكاً ومنحاً رأيكاً لوحة مقاعدة من رجل ما يجب أن ت Purnell ومن أنهم يتعلقون من البطارات فهي جيدة يبدو أنه موجودة في المنزل بعد ذلك فهو يظهر على أنه يتعلق كما تردت كبير لأنه يستحقن لأنه يجب أن يتعلق ويجب أن يتعلق لا، لكننا ما أقول بأننا في بعض الأحيان يتعلقون الجزائر بأمور سلبية هذه المرة الجمهور الجزائري أعطى صورة جميلة جدا تدوّدتها مختلفاً من وسائل الإعلام وهذا يفرح الأكتير لأننا نعين أن يتعلقون أمور سلبية على ما يحدث في الجزائر ما صنعه أنصار مولودية الجزائر بالعدد هذا وبالنجاح تأتيفه أعتقد أنه سيبقى أمر تاريخي سيد أفرب للشباب الجزائري لما تعطيه الإمكانية ويبدع ويدير وشي حبي يبدع محمد قاسي ساي الله يا ردوان تحدي هذا تحدي عنصار المولودية مشكورين حتى الشكر جاءوا من غزة ردوان صح جاءوا من غزة اللي تكلمت معهم الشكره أنصار المولودية يعني من قلب تاع غزة واش في المقابلة هاليا نشرف تلت حويج كيف هذا الرقصة تعيسي بالليلي الرقصة الفلسطينية لا مايش رقصة فلسطينية هي رقصة تع حرب هنود الحمر لزانديان لزانديان وين يقول لك مويرتي ولا بايس موت ولا البلد ديالي يعني هذي تعلي 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 يعني اللي تلكوا هذوك تعال بالرقصة تعلي هذي كلهم في المباراة هذو صورة تعال تعلي علي بن شيخ هل تعتقد بانو باش تحتت الباريزيان اللي معروفة اللي تابعة الكيانسونيوني تقريبا هل كل هذا سيطي فورم ديالي يعني فاديك الربورتاج اللي داله الباريزيان تكلموا أيضا على أنصار سيلتيك غلاسكو وقالوا باللي يعني لازم تكون عقوبات لأنهم يساندوا بطريقة غريبة الشعب الفلسطيني وما يحدث في غزة هل تعتقد أنو المولودية كيما كتبوا في التيفو لو تعطينا نقراو التيفو المولودية التورية أحد أعرق أو باش ما نقولوش بلك ممكن هو أعرق النوادي أعرق النوادي في الجزائر المولودية التورية يعني في داك يا أرض الطوار يعني سيهم ميصاج يعني بالعربية طري 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 فؤر يعني باش اللي وجد هذا التيفو واللي وجد أيضا العبارة يعني شابوبة نعم يسير قلت لكم سيكسترار أعرق وش داروا هاد هاد اللي جان هادوما نقولو من كورين فوات بارك الله فيكم نحييهم أنا على البال نام باللي سيبورتر تاوانا لأن يديروا ويجي مانيفيك خليهم برك وسهلهم وديلهم فارق اللي لعمليح تشوف بلي من الخارج يعودوا يهضروا على واش تدير المولو دي هادوما نشا سبير نلاحقوا هادشي ولو تكلم نتعل مش عاش كول باريزيا قلت باريزيا باريزيا هو ما يقول يسندوا الجهات تحوم هاديك ما يقول لك فورستي دون السبور ما كاش من هادي نتاكي الورسس كي 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 حدت تحت تطاكي في الكران وعليش اللا فيفا داروا لها برسيون ونحات هملاك بديموند واش دخل السبور والسياسة صح وعليش نحاول اللا فيفا فيهم كو بديموند الروس نحاول هذه السياسة دخلوا فيها اللا فيفا مفروض ما تخش كي ما يقول احنا يديروا تيفوات ويديروا سياسة ويديروا بوليتيك رأنا حرين في بلادنا والحمد لله والحمد لله كانت هذه فقط دخلت في الحصة اليوم لأنه الذي حدث لا يجب أن يمر مرور الكرام صراحة شيء مشرف ومشرف جدا خاصة أن كل وسائل الإعلام العربية والعالمية تحدثت عن هذا التيفو العالمي نروح مباشرة للمنتخب الوطني ولقاء المزنبيق فاصل ونعود المنتخب الوطني الذي واجه عشية اليوم بداية من الساعة الثالثة بتوقيت موبوتو بتوقيت المزنبيق الثانية زوالا بتوقيت الجزائر واجه منتخب موزنبيقي أنا شخصيا فاجأني بمستوى خاصة في المرحلة الأولى هذا اللقاء على العموم في شوطه الأول كان كارتي للمنتخب الوطني التوازن عاد في الشوط الثاني بعد دخول بداوي لكن المنتخب الوطني هل يمكن القول اليوم محمد قاسي السعيد أنه بين قوسين محير أداءه تحسبا لنهائية كأس إفريقيا للأمم أم أن الانتصارات هي الأهم فوزنا أمام الصومال بثلاثة واحد فوزنا أمام المزنبيق حصلنا على النقاط الستة هذا هو الأهم حسب الكثير أم أن تكون تكون في مجموعة لرحت أهلك لمنافسة عالمية أو إفريقية تلك نقاط وما المهم مرضوان اليوم عندنا ستة نقاط نستمعوا في شارمي لقيوا لقيني وليس يجدون أكدوا هذا النتيجة هدية إما الأداء الأداء يعني كان فيه وعليه مقابلة هدية ولو بعد نرجعوا بالتفاصيل خطر نعم دقنوا له بتفاصيل صور نتيجة تلعب 20 دقيقة تلعب كانت صعبة ولكن كان حاجة أكدها أرضية الملعب اليوم رضوان يعني لم تكن تعوين بلي ولكن هل هي الملعب الإفريقية سجلنا زوج أهدف نعم وفي ملعب النصف المنظرة سجلت أهدف نعم سجلنا زوج أهدف نعم سامير على العموم قبل أن ندخل في تفاصيل المباراة ونشاهد بعض اللقاطات هل تعتقد أنه المردود على العموم مقبول يعني لا يمكن الحكم على المردود في تلتة أيام لعبنا مبارتين الرحلة تحت تسعة ساعة ونصف إلى موبوتو إلى الموزنبيق أثرت لعبنا في 72 ساعة مباراة وش رايك أنت في المردود اليوم أولا أظن أن المهمة تمت بنجاح الوبجيكتيف سيتي دو غاني ونغاني إسا مباراة تسعة ساعة ونغاني أولا أولا في المنزل من المنزل في المنزل في المنزل أعتقد أن أعتقد أن أعتقد أن هذه المنزل من المباراة والتعالي المنزل والتعالي تبدأ بشيئة جميع الآن الآن لعبنا سيتي قلنا أي حاجة من غير يعتبر فشل لازم لعبنا مع الصومال ومع الموزنبيق ولكن لما تشوف المرضوط على الموزنبيق لما تشوف الشوط الأول كنا قادرين نتلقى هدف أو هدفين ونقول له في مشاكل كبار الدفاع الجزائري في البرمير كان ضعيف وضعيف جدا نشفنا ندوميناسيون تاع الموزنبيق تصديات أندريا كان رائع اليوم رائع اليوم لكن البروديوكشن في الدوزيام كانت مليحة ونحن لم يكن نزيار كثيرا على الموزنبيقي والإرتداءات تحصن عليها المرتدات تحصن عليها دو بوت خاصة الأباطاج ونحن أعرف كيف يصطاد الكورات ويقلق لغم أن كانت أخطاء من المنتخب لكن هذا لا يوجد إلعاب أن أخطف البالون كما في الدوزيام أنا أعتقد أن هذا موزنبي ولكن على موزنبي المنتخب الوطني أعتقد أن يعمل كثيرا نعم علي بن شيخ قبل أن ندخل في التفاصيل عموما الرزلطة بوزيتف في دو ماتش المرضود يبقى فيه وعليه لكن قبل نهاية كأس إفريقيا هل هذا المرضود يبقى محي